سمع الشيخ راتب النابلسي من صديق له عن حديثة غريبة حيث أخبره أن رجلاً كان وصياً على أموال أولاد أخيه الأيتام وبقي لهم معه عشرون ألفاً فرفض أن يعطيهم المبلغ فشكوه إلى أحد العلماء فاستدعاه العالم واستدعى أولاد أخيه ولكن العم أصر على عدم الدفع فقال هذا العالم للأبناء الأيتام هذا عمكم فإياكم أن تشكوه للقضاء هذه الشكوى لا تليق بكم ولكن اشكوه إلى الله رب الأرض والسماء حزن الشيخ راتب على الأبناء اليتامة ثم ذهب إلى داره حزيناً وفي صباح اليوم التالي وأثناء سير الشيخ راتب النابلسي بالطريق جاء رجل واستوقفه وقال له لقد تشاجر اثنان في حينا منذ ساعة وكان مع أحدهما سلاح فأطلق رصاصة ولكنها أخطأت خصمه وأصابت رجلاً كان يسمع أصوات الشجار فمد رأسه من دكانه وجاءت الرصاصة في عنقه قريباً من عموده الفقري فشل فوراً على فصل من فصول حياة هذا الإنسان ولعل له فصولاً لا تعرفها أنت ولا أنا وأثناء حديث الرجل مع الشيخ راتب جاء صديق الشيخ الذي حدثه بالأمس عن العم الظالم وقال له منذ قليل مد العم الذي حدثتك عنه بالأمس رأسه من دكانه ليتابع شجاراً بين متخاصمين فأصابته رصاصة وأصيب الرجل بالشلل كذا الشيخ الراتب النابوسي أن يبكي وقال للرجل الذي سأله عن عدالة الله يا أخي لا يوجد في الدنيا شيء اسمه رصاصة طائشة أو أمر طائش وإنما كل بحكمة من الله فسبحانه من رب حكيم عادل لا يظلم عنده أحد مثقال ذرة فإذا غفلنا عن عدالة الأرض فلا نغفل عن عدالة رب السماء والأرض فهو القائل سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين